نبقى مع الحسابات الوطنية المصرية وإبداعاتها اللوذعية الألمعية وابتكاراتها الفنية ومن آخرها ترويجها لمقطع فيديو للرئيس الأمريكي سابق باراك أوباما وهو يقول تحتاج فقط إلى إفساد مجال الرأي العام لبلد ما ونشر ما يكفي من الشائعات وزرع نظريات مؤامرة وبمجرد أن يفقدوا ثقة فقدتهم في وسائل الإعلام الرئيسية في المؤسسات السياسية في الناس في بعضهم البعض في الحقيقة نحن نفوز بالبحث تبين أن الفيديو المتداول اقتطع من سياقه للإحاء بأن أوباما كان يتحدث عن الاستراتيجية التي تعتمدها بلاده للتأثير على الرأي العام في بلدان أخرى لكن الخطاب الكامل ألقاه الرئيس الأمريكي السابق في جامعة ستانفورد وقد بث مباشرة على قناة CNBC الأمريكية بتاريخ 21 من أبريل الماضي لكن الرئيس الأمريكي السابق وقبل الوصول إلى الجزء المتداولي والمقتطع كان يتحدث عن استغلال الأنظمة الاستبدادية والقادة الأشداء في بلدان مثل الصين وهنغاريا والفلبين لمواقع التواصل الاجتماعي وذكر من بين من يقصدهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وستيف بانون مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أي أن الجزء الذي اقتطعته الحسابات الوطنية المصرية كان المقصود منه الإشارة لما يقوم به بوتين وستيف بانون وليس إلى ما يعتمده أوباما أو تعتمده رسميا الولايات المتحدة